السلام عليكم نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العنوي العدوان الإرهابي على قطاع غزة يكلف مرافق السياحة الإسرائيلية نصف مليار دولار مصرف FBME القبرصي تحت مجهر وزارة الخزانة الأمريكية والتهمة تحويلات لحزب الله وشبهات بطبويد أموال وفي النشرة أيضا في شهر رمضان المبارك سهرات المقاهي والشوارع الحلبية ملجأ السوريين هربا من معاناتهم أهلا بكم 500 مليون دولار قيمة الأضرار المرتقبة التي ألحقتها عملية الجرف الصلب في صناعة السياحة الإسرائيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري جمعية الفنادق الإسرائيلية قدرت الخسائر الفعلية حتى اليوم ب125 مليون دولار 125 مليون دولار قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة الإسرائيلية منذ انطلاق العدوان حتى اليوم قبل أسبوعين توقعت جمعية الفنادق أن يزور إسرائيل نحو 830 ألف سائح في الربع الحالي بزيادة نسبتها 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و17% عن الربع الأول وتسعة عشر في المائة عن الربع الثاني لكن منح النمو هذا خاب تماما العدوان الإرهابي على قطاع غزة خفض التوقعات وعرض السياح الوفدين المرتقب سيكون أقل بنسبة 35% أي ما يعادل 280 ألفا ما يعني تراجعا في قيمة العائدات يعادل نصف مليار دولار قبل انطلاق عملية الجرف السلب توقعت جمعية الفنادق الإسرائيلية أن يحقق الفصل الحالي نسبة إشغال تزيد على مليونين وأربعمائة ألف ليلة فندقية وهو رقم يزيد عشر في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي لكن اليوم ومع اشتداد العدوان الإرهابية على غزة تراجعت التوقعات بنحو 840 ألف ليلة وهي نسبة إشغال تقل 35% عن توقعات أيام السلم هذا على مستوى السياحة الوافدة أما السياحة الداخلية فلم تكن أفضل حالا المأمول من شهر تموز كان مليونا ونصف مليون ليلة فندقية لكنه خاب أيضا صواريخ المقاومة الفلسطينية التي طالت مختلف مناطق فلسطين المحتلة غيرت المعطيات وجاءت الوقاء على الأرض أقل بنحو 225 ألف ليلة عن التوقعات ما يعني 25 مليون دولار تضاف إلى جدول الخسائر بالإجمال تقول جمعية الفنادق الإسرائيلية إن 500 مليون دولار خسائر صناعة السياحة المرتقبة خلال الربع الثالث قيمة قد ترتفع بناء على المعطيات الميدانية للحرب في غزة العدوان الإرهابية على قطاع غزة يرفع أسعار الفكهة والخضار في إسرائيل بنسبة تراوحت بين 50 و180 في المائة مواقع إسرائيلية نقلت عن معنيين أن الارتفاع سببه تعذر عمل المزارعين في حقولهم جنوب فلسطين المحتلة أحد المزارعين من مستوطنة إيردز قال إن إنهمار الصواريخ من قطاع غزة عطلهم عن العمل منذ يوم الجمعة وعلق على الأوضاع ساخرا إن الخيام الزراعية لا تقي من القذائف وبشكل عام تأخرت أعمال نقل المحاصيل إلى الأسواق وسط فلسطين المحتلة ما سهم بمزيد من ارتفاع الأسعار انخفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر إلى 5 مليارات وتسعمائة مليون دولار نهاية حزيران يونيو بحسب تأكيد الهيئة المصرية العامة للبترول وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز وبذلك تكون مصر قد خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية نحو 200 مليون دولار وزارة الخزانة الأمريكية تتهم مصرف FBME المملوك من لبنانيين في قبرص بتلقي إداعات لصالح حزب الله وتثير حوله شبهات بطبيض أموال ما دفعها إلى بحث تجميد أصوله أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريراً يتهم بمجبه مصرف FBME بطبيض الأموال فضلاً عن مزاعم أخرى تتصل بعدد من الصفقات المشبوهة لنجل رئيس أفريقي وعمليات ترتبط بالمخدرات وجرائم الابتزاز الجنسي والقمار عبر الإنترنت وليات المتحدة الأمريكية أصدرت أنون المعروف باسم Patriot Act يلي بيعطي للسلطة التنفيذية الأمريكية مباشرة حق ملاحقت أي شخص أو مؤسسة مصرفية بالعالم يلي بتعتبر الإدارة التنفيذية الأمريكية أنها عم بتقوم بأعمال يلي بحسب الوصف يلي هي حطته تخالف الأنون الأمريكي مديرة شبكة مكافحة الجرائم الأمريكية جينيفر كالفري معدت التقرير الذي يقع في ثماني صفحات أوصت بتجميد كل عائدات هذا المصرف في المؤسسات المالية الأمريكية ويقول التقرير في الصفحة الرابعة منه أنه عام 2008 تلقى أحد عملاء البنك إداعاً بمئات ألاف الدولارات من قبل شخصية وصفها بأنها ممولة لحزب الله الذي تضعه واشنطن على قائمة الإرهاب صحيفة Wall Street Journal الأمريكية نشرت تحقيقاً العام الماضي يؤكد أن عدم انهيار الاقتصاد القبرصي يرجع إلى الدعم المقدم من مصرف روسيا المركزي ومصرف تنزاني مملوك لللبنانيين في إشارة إلى FBME هيمنة العمل الأمريكي على التبادلات العالمية بنسبة ما زالت كتير كبيرة حتى لو الأورو أخذ شقف معينة وسترليني قال إنما أيضاً بحكم عدم وجود واقعياً أي وسيلة للتفلط من هذه الشبكة لتسوية المبادلات المالية خارج إطار النظام الأمريكي المصرف القبرصي أنشأه فيدرالبانك اللبناني عام 1982 قبل أن ينفصل عنه عام 1986 حين نقل أغلب أعماله إلى قبرص بعد أربعة أعوام على التأسيس وسجل المركز الرئيسي في جزر الكايمن وفي عام 2003 أنهى المصرف وجوده في الكايمن وأعاد تأسيس نفسه في تنزانيا لتصبح أعماله في قبرص تابعة للمركز الرئيسي في البلد الأفريقي ارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل طفيف ليبلغ 12% مقابل 11.8% في الربع السابق وبحسب بيانات دائرة الأحصاءات العامة الأردنية فقد بلغ معدل البطالة للربع الثاني من العام الماضي 12.6% ومنذ بدء احتياجات الشرع الأردنية العام الماضي شرعت الحكومة بتوفير فرص عمل لاحتواء التوترات الاجتماعية الجفاف في الصومال ينظر بحدوث مجاعة تحالف منظمات غير حكومية حذر من أن مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد ويجب أن لا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف مشابهة لمجاعة عام 2011 ودعت المنظمات إلى مساعدة عاجلة ومستدامة خلال الأشهر الستة المقبلة حيث يعاني نحو 300 ألف طفل من سوء التغذية فيما يحتاج نحو 3 ملايين صوملي إلى الغذاء والمساعدات في شهر رمضان المبارك وبرغم الأزمة التي تمر بها سوريا يحيي أهل مدينة حلب سهراتهم في المقاهي والشوارع العامة بهدف الخروج من مشاكلهم ومعاناتهم هكذا يحيي الحلبيون سهراتهم تتردد العوائل الحلبية على تلقى المقاهي التي تعتبر المتنفسة الوحيدة لهم بعدما اشتاحت الحرب مدينتهم يعني عم نطلع منشوف فقاتنا منغير شكل بعض الأفطار يعني أجواء حلوة والناس يعني الحمد لله موجودة بكل الكافيات والحمد لله يعني جو حلو الوضع اليوم أفضل من قبل والسبب ازدياد الأمان عكسه تقدم الجيش السوري في ريف حلب هل رمضان شكل عام صار فيه أعداد أكتر الرياحة أكتر البنات شكل عام عام بيجتمعوا بره أكتر للبيت البعض يعاني من أزمة مادية فيلجأوا إلى السهر في الساحات والشوارع العامة وفي الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد من المقاهي لكوني أصبحت المتنفسة الوحيدة للحلبيين بعد تعذر الوصول إلى المناطق التي كانوا يرتادونها قبل الأزمة يعني موضوع الكهرباء والماء كثير عم نتعذب فيه فعم نطلع شوية من البيت بس شيء لواحد يرفع عن نفسه ويرتاح شوية من هالوضع ازداد تردد العوائل الحلبية على المقاهي بهدف الخروج من مشاكلهم ومن معاناتهم واستبدال أصوات المعارك بأحاديثة تنبض بالحياة ارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني بنسبة 50% في النصف الأول من العام والصين وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني بدأت في تعزيز مشترياتها من النفط بعد تخفيف العقوبات عنها في 22 نوفمبر الماضي وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت مليونين و180 ألف طن من النفط الإيراني منذ مطلع العام 25% من الشركات الألمانية المصدرة إلى روسيا تضررت من العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية غرفة التجارة والصناعة الألمانية أكدت أن الشركات التي لها علاقات تجارية مع روسيا والولايات المتحدة بدأت تشعر بالأثر السلبي للعقوبات الشركات اضطرت إلى مراجعة صفقاتها الجارية لمراعاة مختلف أنواع العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بريطانيا مستعدة لتحمل أي أضرار اقتصادية قد تنتج عن زيادة العقوبات على روسيا الكلام لوزير المالية البريطاني جورج أسبورن الذي أكد أن بلاده تؤيد تصعيد العقوبات ضد موسكو على خلفية اتهامها بإسقاط طائرة الركاب الماليزية ويتعرض الاتحاد الأوروبي للضغوط من الولايات المتحدة وأوكرانيا للتشدد أكثر في إجراءاته ضد روسيا في ظل تخوف عدد من الحكومات الأوروبية من رد محتمل من روسيا الممول أكبر لدول الاتحاد بالطاقة إذا ما فرضت عقوبات تجارية عليها أكثر من 200 مليار دولار قيمة العقود المبرمة خلال معرض فامبرو في بريطانيا منظمون معرض الدولي للطيران أكدوا أن نتائج المعرض لهذا العام وصلت إلى مستوى قياسي لم يتحقق من قبل خلال المعرض شهد أكثر من 100 الف شخص الطائرات النفاثة والمرواحيات والطائرات بدون طيار على الأرض وفي الجو هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء